المشروب الرسمي لمعظم الناس في الشتاء. الكاكاو باللبن. هل يعتبر من المشروبات الصحية ولا الموضوع محتاج مننا فيديو على السريع. السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن مشروب الكاكاو باللبن وهل في بعض المركبات اللي ممكن تكون في اللبن او في الحليب ممكن تقلل من فوائد الكاكاو او تخلي المشروب كله مشروب عديم الفائدة او مشروب مضر. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة مش محتاج اذكر حضراتكم ان المحتوى الهادف بيموت بالمتامعة الصمتة. تعليق حضرتكم ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس. في البداية كده هو ايه اشهر المكونات او اكتر المكونات الموجودة في الحليب او اللبن? اشهر المكونات هو البروتين والكالسيوم. طب ايه اشهر المكونات الموجودة في الكاكاو? الكاكاو فيه الحديد وفيه البوليفينول اللي بيعتبر احد مركبات مضدات الاكسادة. وكمان برضو الكاكاو فيه آآ شوية كافيين صغيرين. بالاضافة لبعض المركبات اللي موجودة في الكاكاو اللي بتحسن المود او بتحسن الحالة النفسية عند الانسان. دي كده معظم المركبات اللي موجودة في المكونين اللي معانا الحليب والكاكاو. في البداية كده هل الكالسيوم اللي موجود في الحليب ممكن يؤثر على الحديد الموجود في الكاكاو? بداية كده المفروض ان احنا ما نعتمدش في تغزيتنا على عنصر الحديد اللي موجود في النباتات بشكل كبير. ومع ذلك لما اتعمل آآ على الموضوع ده وات بعض الدراسات العلمية اثبتت ان الكالسيام اللي موجود في الحليب او في اللبن لا يؤثر على الحديد النباتي الموجود في مسحوق الكاكاو. النقطة التانية البروتيني اللي موجود في اللبن لا يؤثر على مضادات الاكسادة الموجودة في الكاكاو. وبالتالي ما فيش اي نقص هيحصل من فايدة الكاكاو ولا اي نقص هيحصل من فايدة الحليب. يعني المركبات اللي ممكن جسمنا يستفيد بيها من نسبة للحليب هتفضل زي ما هي. والمركبات الموجودة في الكاكاو هتفضل زي ما هي بنسبة كبيرة وان كان فيه تأسر هيحصل تأسر بسيط في كمية مضادات الاكسادة الموجودة في الكاكاو. بالاضافة لكده حبة الكافيين القليلين مش هيأسروا قوي على الفوائد بتاعة الحليب يعني المركبين مش هيأسروا على بعض بشكل كبير. يبقى نستخلص من كده ايه ببساطة? ان خلط الكاكاو على الحليب يعتبر من المشروبات الصحية بس بشرط واحد. ان هي يكون من المشروبات غير المحلاب السكر المضاف. بالذات للاطفال. لان المشكلة ان فيه ناس لما تسمع الفيديو دوت يقول لك بقى يلا ندوس نديها كاكاو للاطفال. وكل بقى شوية نديهم كاكاو لان طعمه حلو. وبيعمل لهم نوع من انواع السعادة. ونديها سكر بقى او نستخدم بعض المركات بتاعة الكاكاو الموجودة في السوبر ماركت اللي بيكون اصلا عليها سكر مضاف. تناول الاطفال لمشروبات فيها سكر مضاف بكميات كبيرة في سن صغير بالذات اقل من خمس سنين بيأثر عليهم سلبيا وعلى صحتهم. وكمان برضو ممكن يتسبب المشروبات المحلاب بالاضافة بقى للشوكولاتات والبسكويتات والحاجات دي كلها اللي كلها عليها سكر مضاف. ممكن يتسبب في ان الاطفال يجير لهم فرط النشاط او امراض فرط الحركة اللي ممكن تجي لهم في سن مبكر. وده بيكون السبب الرئيسي في الافراط في تناول السكر المضاف سواء على المشروبات بصفة عامة وبزات الكاكاو او في المأكلات بقى اللي بيأكلوها طول النهار من آآ بسكويتات وشوكولاتات وما الى ذلك. خلاصة الحلقة النهاردة مسحوق الكاكاو الخام بدون اي مواد محلاة او سكر مضاف وخلطه مع الحليب سواء البقري او الجاموسي لا يشكل اي ضرر على الصحة العامة بل بالعكس يعتبر من المشروبات المفيدة الغنية بمضادات الاكسادة وممكن تعمل برضو جو امبساط او تأثر ايجابيا على الحالة النفسية دون تأثير على البروتين والكالسيم اللي ممكن يكون موجود في الحليب وممكن جسمنا يستفيد به. ده كده كان فيديو سريع عن موضوع الكاكاو بالحليب يا رب اكون ادار تفيد حضراتكم النهاردة بمعلومة واشوفكم على خير الفيديو الجاي.